وهنا في الخليج العائلات الخليجية يحبوا الغنى ويحبوا الفن بس ممكن صعب لما بنتهم تقول لهم أنا عايزة أغنى طبعاً تطير فيها الرئاب طبعاً أكيد أكيد أنا أخوي قال لي أما شوفك بس أول ما نزلت ألبومي لما شوفك بس أما شوفك لأنه لما خليتش تشوف لي كان قتلني من زمان وما شوفك يعني على الأطول أول فترة أول فترة بس عشان ما كنتش عايزة أنه أنه يعني يكون فيه تصادم بيني وبينه لأنه هو أكيد ما كانش موافق أنا كان وحيداً اللي كان يهمني رأيه أنه توافق هي الله يطول عمرها أمي يخليها وأنا رضا أمي على الدنيا كلها والحمد لله أمي بعد ثلاث سنوات اقتنعت إحنا عائلتنا أصلاً عائلة كبيرة وعائلة محافظة أه فما عندناش أنه نطلع نروح نغني ما ينفعش كلام ده ما عندناش كلام ده وأعطي ثلاث سنوات تقنعيها ثلاث سنوات وأنا أقنعها أني أغني كنت بدرس في الكلية أول أنا كنت بدرس في الكلية الدراسات الإسلامية وبعدين قلت خلاص هطلع وفعلاً طلعت من الكلية ورحت مغنيت الغضب العائلي زال تدريجياً يعني الأخ اللي قال لا أنا حباحك تدريجياً تدريجياً شوي شوي أخواني أخوي الكبير هو مش كبيرنا هو حتى أصغر من يعني أصغر في أخو أصغر واحد فينا بس تدريجياً بس هو له احترام احترامنا احترام أبونا يعني هو من بعد أبونا كان هو أخوي محمد فتدريجياً شوي شوي بعدين قلت له طيب أنا تعال عندي حفل تعال أحضر وشوف وشوي شوي راح معايا وشافني أنا زي وشاف الناس بيحبوني بيحترموني زي وزي أنا محترمة نفسي وبدأنا الحمد لله أخوي بلش شوي شوي يقول لي خلاص أنت روحي وأنا عارفك أن أنت ستة عن مئة راقل وروحي وعيشي حياتك وغني ها قد ضربوا خلاص مثل السريح علاج علاج وزي